هجوم إرهابي جديد شرقي سوريا ضحيته عمال في حقل للنفط مصادر سوريا قالت في التفاصيل إن الهجوم نفذه مسلحون على حافلة للعمال قرب حقل نفطي في محيط دير الزور حادثة ترفع منسوب المخاوف من محاولات تنظيم داعش العودة من جديد بعد أن تمت هزيمته في عام 2017 فالمنطقة المتاخمة للحدود مع العراق أضحت ساحة عامليات متكررة للتنظيم الإرهابي يشن الأمن العراقي حربه ضد فلول داعش في سلسلة جبال مكحول وحمرين وشن التنظيم الإرهابي منذ أيام هجوما أوقع قتلى بصفوف الشرطة العراقية في كاركوك بينما تكثف قوات التحالف في سوريا عملياتها لدحر التنظيم وتفكيك خلاياه الباقية في الأراضي السورية البنتاجون كشف عن تنفيذ ما لا يقل عن عشر عمليات وغارات منذ مطلع شهر ديسمبر منها ما أجري بالشراكة مع قوات سوريا الديمقراطية وأسفرت عن اعتقال ومقتل عناصر من داعش بعضهم من قيادات التنظيم عمليات لا تخل من المخاطر بحسب البنتاجون بالرغم من نفيه أي تهديد وشيك قد يشكله ضد واشنطن أما الوضع فلا تراه أنقر من الزاوية ذاتها إذ تعتبر خطر الإرهابي بمفهومه العام مبعث مخاوف لها وسببا يدفعها لتنفيذ عملياتها العسكرية لإنشاء منطقة آمنة على الحدود مع سوريا عملية يحذر المجتمع الدولي وقوات سوريا الديمقراطية من تداعياتها السلبية على المواجهة ضد داعش مخافة أن يتغذى التنظيم الإرهابي على اتساع التوتري في المنطقة